السلام عليكم البنات كيف انتوما لبس عليكم بخير امركم زيانا اتمنى يا ربي تكون احوالكم بخير وعلى خير توحشتكم بزاف غبرت عليكم شوية ولكن الظروف البنات انتوما كتعرفوا الظروف ديالي حاليا كيف اجدارها مهم البنات اليوم ان شاء الله هنشارك معكم فيديو جديد من الفيديوهات اللي طلبتوا مني ان يشارك معاكم اليوم ان شاء الله بالنسبة لهذا الفيديو في معلومات على الطبيب بالنسبة للناس اللي غدي يجيوا هكذا اول مرة لهنا الفرنسا ويمكن لهم يمرضوا او لوليداتكم يمرضوا ولا في بعض النصائح مهم انا شاركت معاكم فيه كل شي كيف ما شفتوا معي اليوم ان شاء الله غدي نمشي للطبيب عيانا شوية الحمد لله وقلت غدي نمشي للطبيب قلت اروري نشارك مع البنات هذا الفيديو هذا صافي من اللي هكا بغيت نمشي للطبيب بصراحة البنات ما اعرفت شوين غدي نمشي لانه هنا في فرنسا مشي بحل اسبانيا اسبانيا يعني بالنسبة لهكا للطبيب او بالنسبة للصحة يعني دك شي كامل غاتوي مكن لك تمشي اي سبيطار حداك وتقدري تدوزي هكذا عند الطبيب ومهم مهم كل شي كل شي فابور ولكن فرنسا يعني العكس يعني تقريبا طبيب كامل بالفلوس بالنسبة للطبيب البنات كيف ما قلت لكم ما عرفت شوين غدي نمشي سولت سولت شي بنات يعني بحد تقلبت يعني فين نقدر نمشي شي بنات نصحوني قالوا لي هكذا ونشوف الطبيب هكا غاتوي يعني بلا فلوس قالوا لي تقدري تمشي الميتسان ديمون تقدري تمشي الكواغوج تقدري تمشي يعني مهم يعطوني شي نصائح الله يجازيهم بخير سافي يوم بعد يعني ما ما فكرت قلت سافي غدي نمشي للوسبيطال لحدايا يعني قلبت تلقيت سيرفيس ديباس فيه يعني سافي وقلبت على اقرب يعني سبيطار او اقرب اوسبيطال حدايا في الجهة اللي كنت تكون فيها سافي وفاش قلبت البنات قلبتها كده انتم ما كتعرفوا في جوجل ماب يعني تقدروا تقلبوا على اي حاجة يعني انا ما بقعتش كتخطاني هاد جوجل ماب ما كتشوفوا معايا اي حاجة في ما بغيت نمشي اي حاجة بغيتها يعني كنقلب وكنمشي احتل بلاسة كيف ما كتعرفوا انا مازال جديدة وهذا والمدينة اللي سكنت فيها يعني كبيرة بزف يعني صعيب باش تعرفي الاماكين وصعيب باش تعرفي بلايس اللي تبغيت مشي لهم وهذا مهم البنات كيف ما شفتوا معايا هنا ايام بعد ما قلبت كيف ما كتليكم لقيت هذا هو اقرب اوسبيطال بعيد علي بشي ربعة كولوميت سافي وقلت غنمشي هكذا يعني رجلي مشي مشكلة نتمشي شوية نيس سافي كيف ما شفتوا معايا انا دبا ان شاء الله في الطريق للطبيب وبالنسبالي يا البنات انا كيف ما قلت لكم ما عرفت شوين غنمشي ولا الطبيب اللي غنمشي له لانني انا مازال ما عنديش لكاغت فيطال اه مازال عدا غدين دفعوا ان شاء الله يا ربي وكيف ما كتعرفو هنا قد تعطل شوية لكاغت فيطال ديك شي باش قلت غادي نمشي نشوف الطبيب نشوف هادا اللي نصحوني به البنات اه بالنسبالي انا هنا في فجيت الاسبيطال سولت على سيرفيس باس ملي كتدخلي هكذا كتسولي علي يعني هما كي نعتو الكفين كاين بالضبط اي واحد تقدري تسولي كيف ما شفتوا معي هنا كيف دخلت اول بيرو او اول مكتب لقيت قدامي دخلت لي لو وسولتهم على سيرفيس باس فينا جيها في الاسبيطال لان الاسبيطال كبير بزا في البنات وفي بالزفد يعني بالزفد البلايس يعني ما معرفت جانا يا صراحة فينا غادي نمشي طب فيك ما شفتوا معي دخلت هنا سولت نعتولي فاتجيها هدي لي غا نمشي ليها قلت لكم البنات انا ما زال ما عنديش لكاغت فيطال ان شاء الله ملي غا ديتولي عندي لكاغت فيطال ديك ساعة الحل سهل يعني كتمشي للكلينيك هكذا للطبيب الخاص هكذا للطب الخاص يعني ما كيكونش عندك مشكل ولكن بالنسبة لي انا يعني انا والوليدات ما زال ما عندناش لكاغت فيطال يعني من احسن ان نمشي هنا يا لان ايلا مشيت للطب الخاصة للبنات كيف ما كتعرفوه خصوصا إلا كنت عندك شي حويش خصوصا تتبعي فيهم مع الطبيب يعني غادي تقدر تخرج لك القضية يعني غالية بززاف بزاف كيف ما كتعرفوه اه مهم قلت غادي نشوف هنا يا بعدها نشوف شنو كايين يلعجبني الحال وهذا لان البنات شكرولي بزاف هات السيرفيس باس انتوما كاتشوفو معايا وهات الجياه هادي قلتلك شكرولي قلتلكم البنات شكرولي هاد البلاسة هادي قالوا لي زعمة رمزيانا وكي يهتمو بيك وهذا كيف ما شفتو معايا ندخلت هنا يا لعندهم انا ما كنت عارفة انك كتمشي وكتاخدي غون ديفو هكذا عاد باش اعفوا انا كان كيحسب لي قلتلي غون ديفو ولكن من اللي مشيت قالوا لي ما كينش غون ديفو خصك تجي النهار اللي غنقولولك ولكن تجي صباحة بكري باش تقدري تشدين نمرة ديالك وهوما في العادة كيحسبو ستد نماري في اليوم صافي هادشي اللي كيندخلت عندهم اللي قالتلي هكذا صافي خرجت في حالي صافي اعطتني النهار اللي غنجي فيه انا جيت معا اخر الأسبوع صافي هي قالتلي حتى الاتنين وترجعي ان شاء الله ولكن يجب أن أتأكد علي أن نجي الصباح الباكر سوف يجب أن نتبعوا ونشوفوا القضية فينا ومهم أي حاجة لكم سوف نشاركها معكم لأن هذه معلومة ضرورية بالنسبة لي بحثت و بحثت و بحثت و بحثت لقيت شي بنات اللي نصحوني أما لا أعرف شي بنات مهمة البنات أنا كنت قد نجي البنات فاش فكرت كنت قد نشوف أي سبيطال قد نمشي هكذا لرجونس أو المستعجلات قد نشوف الطبيب هذا وغادي مهم يعطيني الدوا وكل شي ولكن ضروري ما تخلصي لأن كنت قد نعطيهم ترخيطة سانيتارية ديالي ديال إسبانيا أو لقاعد فيتال ديال إسبانيا سوف يكونوا قد يصفتوا للافة كتير حتى الدار ديالي هال العنوان اللي عندي في إسبانيا ولكن بما أنني أنا يا دبا يعني كنعي جنايا وغادي ندير للا كاعد فيتال ومهمه وغا محتاج الطبيب نمشي له كل مرة صافي من اللي هضرت مع البنات ونصحوني بات سيغ في سباس وقلت غادي نمشي عندهم ونشوف ويكون خير يعني الواحد كي يجرب وكي يشوف أي حاجة مهم واحد ما يوقفش غيف واحد الحاجة عرفها وصافي يعني الواحد دائما يبقى يسول ويسول باش كيعرف هكذا معلومات لي كي يستفد منهم بنيسبة لي أنا كيف ما شفتوا معايا أنا مشيت وعطوني النهار اللي غا نرجع فيه وهذا كان هو النهار اللي خصتني نرجع فيه عندهم مهم لقيتوني غادي أنتم ما كتشوفوا وما قالوا لي ستتصباح أو لستونس خصت لقاك في الباب مهم دا با كانت شي السبعة اللاروب يعني أنا ندي الوليدات وجدتهم هكذا المدرسة وجدت لهم حوجاتهم وكل شي باش يمشيوا للمدرسة كان الأب ديه الممليء ولي غايد ديهم صافي ومشيت أنا كيف ما كتشوفوا من اللي مشيت البنات لقيت قدامي كانوا قدامي خمسة من الناس يعني أنا كنت هي الرقم ستة يعني كنت عطلتغي شوية ما كنت غا نقدر ندخول أو لنشوف الطبيب صافي هي هذي كدقلنا ولكن تسنينة البنات خصت يكون عندك واحد الصبر مهمة تسنينة الواحد ضروري خصت يصبر على الحاجة اللي بغا يدير على ضروري من الصبر البنات قد تسحكم به دائما ضروري ما تجري مور الحاجة ديالك لعندك شي ورقة خصتك تجري مورها إلا عندك أي حاجة خصتك تجري مورها باش تكون منا شي حاجة أما الواحد يعقاز ولا هذا رقم غا دي تديرو تشي حاجة البنات بالنسبة لي أنا مشيت بالتونوبيل باركيت غيف واحد الأماكان هنا يقريب الهسبيطال ما كنت عارفة بأن في وسط الهسبيطال كين باركينغ هكذا بالفلوس يعني ما قلبت باش غا دي نعرف مهما يا من اللي كنت قربت للهسبيطال شفت واحد المكان في باركينغ غا دوي لأن هنا تقريبا في نساكنا أنا تقريبا كل شيء باركينغ بالفلوس وبعض الأماكن كيكونوا غاتوي مهما أنا مليلقيت هذيك بلاسة اللي قريبا للطبيب باركيت طافي وانا ماشي ان شاء الله للطبيب وبالنسبة لي أنا البنات كيف ما كتعرفوا أنا ما كان عرفش كل شي فهد الشي ديال القانون دفرنسا ولا في مهم فدل حوايجه دو ولكن الحاجة اللي كان عرفها البنات راني ما كان بخالش عليكم بها وكان فيدكم بها علاش لأنني جربت وعرفت بأن الواحد من اللي كيجي الواحد الدولة على أولى واحد البلد جديد عليه وما كي يعرفش في شي حوايج يعني رك تكون بالنسبة لي الحياة صعيبة شوية ولكن معا الويلف ومعا كيف ما كنقولوا الحتيكا كل واحد كي بدا يعرف بشوية بشوية مهما أنا كنشارك معكم هذي الفيديوهات البنات باش بحلا كده البنات جداد أولا البنات اللي يعد كي يفكروا أنهم يجوا لنا يا أولادة يعني كي يعرفوا بحلا دي المعلومات يعني كنساهلوا على بعضياتنا وصافي وبالنسبة لك أنوا معنا شي بنات هناك يعرفو شي حوايج أكتار في هذا شي ديال في المجال ديال الطب في المجال ديال الصحة هكذا ديال كيفاش تقدر تمشي للطبيب والحوايج يعني والوريقات اللي قدر تجمعه هذي يعونونا في التعليقات علاش للا نستفدو هكذا كاملين مع بعض صافي البنات مهيما نوصلت انتو ما كتشوفوا معايا صافي هنا غادي انقلسو نستناو حتى غادي توصل ثمانية ونصد صبح عاد كي بداو هنا كانت ساعة سبعة صبح يعني غا نستناو حتى الثمانية ونصد عاد غادي بداو وماللي غادي كي يجيو هكذا كي يدخل للطبيبة ومعها لاصيستون سوسيال صافي كتبدا كتسول منيسما الناس اللي عندهم رونديفو قبل مع لاصيستون سولا مع الطبيبة هادو كي بقوا بوحدهم والناس اللي جداد كي يعطوهم نمرة كيفما كتشوفوا معايا انا كنت اخر واحدة اعطوني النمرة ستا صافي هنا غا نبقى وكنت سناو هكذا كيدوز بالواحد بالواحد مهم تسنينه بزاف انا رما وصلتني النوبة ديالي لابنت حتى الوحدة دهار عذا وصلتني النوبة ديالي يعني طيب تبه هذا بس يعني كنت سنات طيب تدير بصلاح والله العادي مهم صافي ولكن الحمد لله مني وصلت للنوبة ديالي دخلت عند الطبيب قلت له شنو عندي يعني تفاهمت معاه بشوية بشوية كلمة من هنا وكلمة من هنا مهم فاهمني شنو بغيت أعطاني التحاليل حاشاكم البولة دي إذا اللي أقولت هدوكم التحاليل ضروريين من بعد الفحوصات عفوان اللي بغيت أنا واللي طلبت منه اللي قلت له خصني صافي دوزني الاسيستون سوسيال أعطاني تحاليل أعطاني واحدة راديوغرافية باش نديرو على الحساب رجلي لأن الرجلي كتضرني شوية قال لي مهم بالنسبة كيفاش غادي تقدري تدوزنتي يعني واش غاتوي أولى بالفلوس أولى النسبة اللي خصني نخلص يعني 50% أو 70% يعني قال لي الاسيستونس هي اللي غاتيت تقول لك شنو لأن أنا ضروري خصني نخلص شي حاجة صافي وهنا الطبيب كاده نصف لي شي حاجة ديال الدواء باش نبدأ هكذا يعني قبل ما ندير الفحوصات الأخرين أعطاني هنايا باش ننجيل هاد المكان هادا هادا فارماسي كي يكون في وسط المستشفى صافي كي يعطوك الدول اللي كي يعطيك الطبيب يعني كغاتوي هنايا الطبيب أعطاني واحد الكخيم هكذا ندهن بها رجلي واحد بومادا ندهن بها هكذا رجلي وعطاني شيدوى ديال هكذا الألم وعطاني فحوصات آخرين كيفما قلت لكم أدوزني اللي دست عند اللي دست عند اللي دست عند طلبتلي خصني نجيب شي ورقة بأنني كان نكون مع الزوج ديالي في نفس البيت يعني بحل ورقة ضدو ورقة دلماء ولا بحل كده طلبتلي تصوير ديالي طلبتلي شي حاجة أخرى طلبتلي مهم شي بزاف الورقة طلبتلي شي ثلاثة الحوايج علاش قلتلي غادي تديرلي اليدميديكال هاد اليدميديكال هي اللي غنبقى كنمشي بها للطبيب حيث تخرجلي لكارت فيتال هاد اليدميديكال يعني كيديروها الناس اللي كتكون عندهم هنا في فرنسا كيكون عندهم تلت شهور هنا في فرنسا صافي هاد شي اللي كاين غادي إن شاء الله نجمع الوريقات وغادي نديهم لها ومن بعد غادي تعطيني ديكل الفحوصات اللي اعطاني الطبيب غادي نمشي نديرهم إن شاء الله وغادي تقولي يا شحال غادي نقدر نخلص كل واحد ونسبة دياله شحال يقدر يخلص يعني بالنسبة الناس اللي كيكونوا حراغة يعني قلتلي واحد صيدة ما كيكونوش عندهم هكا أوراق ولا هكتش حاجة ولا شي هكتش دخل ولا هادي كيكون عندهم مية في المية يعني كيكون عندهم غاتوي ولكن الناس اللي كيكون عندهم هكذا دخل بالنسبة لزوج ديالك خدام أو هادي ضروري ما كتخلص شي نسبة صافي كان هذا هو الفيديو اليوم البنات نتمنى تكونوا استفتوا منه ويكون عجبكم الفيديو اليوم غادي نضرب لكم إن شاء الله موعد قريب الفيديو الجاي وغادي نقول لكم السلام عليكم واتهى الله في رأسكم